بيت الطاعة هو إجراء قانوني يعطي الحق للزوج في إجبار زوجته أن تعود إلى بيت الزوجية وفي حالة امتناعها فإنها تعتبر ناشزا أي ليس لها حقوق من مؤخر ونفقة بل ويذهب بعض القضاء إلى أبعد من ذلك كحرمانها من المسكن الذي أعده الزوج لزوجته لتقيم فيه وإحنا معنا أشهر الفنانات التي طلبنا في بيت الطاعة أول فنانة معنا الفنانة ليلى فوزي كان عزيز عثمان صديق مقرب من والد الفنانة ليلى فوزي وحبها جدا وتقدم لخطبتها لكن والدها رفض بشدة بسبب فارق السن الذي كان بينه وبينها فكان يكبرها بثلاثين عاما ومع إصرار ليلى فوزي تمت الزيجة وكشفت الأيام أن سبب موافقتها على الزواج رغبتها في الهروب من سجن والدها وليس الحب كما كان حال عزيز عثمان وبعد عامين من الزواج أصبحت ليلى فوزي فنانة معروفة وشعرت وقتها بفارق السن الكبير بينهما وكانت حاسة أنها بالفعل مستعيدة في حياتها فطلبت الطلاق وكان عام 1954 فرفض بشدة أن يطلقها فتقدمت بدعو الطلاق ضده وهذا الأمر أصار غضبه واستياءه جدا فقام بطلبها في بيت الطاع وبعد تدخل الأهل والأقارب وأصدقاء الطرفين ودفع مبلغ كبير من المال لبى عزيز عثمان رغبة ليلى فوزي وطلقها وكان لا يزال يحبها فدخل في نوبة حزنه اكتئاب شديدة جدا حتى توفى يوم 24 فبراير عام 1955 بسبب حزنه على فراءها وكان عمره عند وفاته 62 عاما الشحرورة صباح تزوجت صباح من عازف الكمان المصري أنور منسي الذي قضت معه أربع سنوات فقط وأنجبت منه ابنتها هويدة كما صرحت صباح في أحد اللقاءات التلفزيونية أنه كان زو طبعا صارم وفي إحدى الليالي دعت صباح عبد الحليم حافظ إلى العشاء مع عائلتها وأثناء تناول العشاء فوجؤت برجوع زوجها إلى المنزل وقبل رؤيته اضطر عبد الحليم للهروب من شباك المطبخ حتى لا يراه وهو يتناول العشاء معها وأضافت أنا قلت الحليم يهرب من شباك المطبخ علشان جوزي ما يشوفوش لأنه كان بيغير علي جدا كما قالت أنه كان صعب أنها تستمر معاه لأنه كان إنسان عصبي وكان حد الطباع وهي كانت دائما بتحب الانطلاق والتحرر فحدثت مشاكل وخلافات زوجية بسبب غيرته الشديدة عليها فطلبت الطلاق منه ولكنه رفض وفي عام 1957 رفعت دعوة الطلاق ضده وهذا ما جعله يرفع دعوة قضائية ضدها في محكمة الأحوال الشخصية بالقاهرة من أجل طلبها في بيت الطاعة ولكن بعد تدخل العديد من المعارف والأصدقاء قام بتطليقها وقالت صباح أيضا بعد أن طلقها ذهب إلى منزلها فجأة وكان يحمل مسدسا وصوبه إلى صدرها وبنبرة حد قال لها يا ترجعي لي يا بدربك بالرصاص ولكنها لجأت إلى الحيلة وقالت له أكيد طبعا لازم نرجع لبعض واتصلت بالشرطة وتوسل لها أن تنقذه من هذا المأزق الذي قد يؤدي إلى السجن فشعرت بالشفقة عليه وسألها زابط الشرطة عن رغبتها في تحرير محضر ضده لكنها رفضت فقالت لا داعي لتحرير المحضر فاستجابت الشرطة لرغبة الفنانة صباح الفنانة هالا صدقي وكانت الفنانة هالا صدقي أقامت دعوة قضائية أمام محكمة الأسرة تطالب فيها زوجها سامح سامي بدفع مصاريف الدراسة وامتنع الأخير عن دفعها فقام سامح سامي برفع دعوة قضائية بالطاع وأيضا قام برفع قضية إثبات نسب والذي فاجأ الجميع بطلب تحليل الدي ان اي للتأكد من صحة نسب أولاده وهذا بعد المشاكل العديدة التي حدست بينه وبين هالا صدقي في السنوات الأخيرة وقالت هالا صدقي أن القضية التي قام برفعها ضدها تم شطبها لأنه لم يقدم بها أي أدلة كما أنه أيضا لم يذهب إلى المحكمة وكما كشفت أيضا مفاجأة جديدة بأنه يوجد ضد قضية محكومة عليه فيها بالحبس وفسرت ما قام به زوجها هو بسبب الضغط عليها حتى تتنازل عن النفق الخاصة بها فهو يرغب في فعل أي شيء للتهرب من دفعها وهي تقدر بـ 150 ألف جنيه فهو قام بتشويه سمعة أطفاله بسبب هذا المبلغ كما أن هناك نفقة أخرى بقيمة مليون جنيه وهي قيمة مصاريف مدرسة الأطفال لمدة خمس سنوات فعقبت محكمة الأسرة سامح سامي زوج الفنانة هالا صدقي بالحبس شهرا لامتناعه عن دفع المصاريف الدراسية لتفليه وحكمت المحكمة بطلاءها لصدقي بعد أن حكمت لها المحكمة بكافة القضايا المتبادلة وأغلقت هذا الملف نهائيا وبالرغم من أن سيدة الغناء العربي أم كنسوم كانت من أكثر النجوم الذين يتمتعون بإحترام ومحبة وشعبية كبيرة في العالم أجمع وليس في مصر فقط إلا أنها تعرضت للكسير من المواقف الغريبة فقد شهدت المحاكم في فترة مبكرة من مشوار كوكب الشرق أم كنسوم دعوة قضائية في منتصف السلاسينات رفعها رجل سعيدي من قرية أبو منع بمحافظة قنة ادعى فيها أن الأنسة أم كنسوم زوجته وطلبها في بيت الطعا وتولى المحامي والكاتب فكري أبازة صديق أم كنسوم القضية وذهب في مواعد الجلسة وثبت كذب الرجل الذي اعترف في النهاية بأن عمدة إحدى المناطق طلب منه رفع هذه الدعوة انتقاما من السيدة أم كنسوم لأنها طلبت من المسؤولين إزالة السقية التي كان يمتلكها ومن بين الشائعات أيضا التي تعلقت بكوكب الشرق أم كنسوم هي شائعة زواجها من الشاعر أحمد رامي وهذه الشائعة كانت في بداية شبابها وعندما سمع طلعت باشا حرب بهذه الشائعة سأل رامي فأجابه أحمد رامي يا ريت المطربة اللبنانية ميليسا قام بشار المصري بحملة إعلامية ضد الفنانة ميليسا من خلال ما نشره من وسيقة زواج تؤكد أن مريام شهاب المعروفة فنيا باسم ميليسا هي زوجته وأنه سيطلبها في بيت الطعا ويجعلها تتوقف عن الفن ولكنها قامت بتقديم دعوة تفريق في المحكمة الشرعية السنية وهذا الأمر يوقف دعوة الإطاع والمساكنة أي طلبها في بيت الطعا وبهذا تكون ميليسا قد أنقذت نفسها من الرضوخ للحكم الذي يقوم بإدخالها في بيت الطعا الفنانة شادية كشفت الفنانة شادية عن قصة هذا الزواج وقالت بعد فشل قصة حبها مع فريد الأطرش فاجأت شادية الجميع بزواجها للمرة الثانية من عزيز فتحي الذي كان يشغل منصبا مهندسا بالإزاعة فقد تعرفت علي من خلال صهارات فريد الأطرش والذي كان يتردد عليها هو وخالته الفنانة زوزو وميمي شكيم وتابعت حدثها على الرغم أنه كان يصغرني بعدة أعوام إلا أنه أسر على الارتباط وكانت بداية قصتنا وتعرفنا على شاطئ استانلي بالأسكندرية تقاربنا وحدثت بنا ألفا وحب في خلال عشر أيام فقط فقررنا الزواج والذي تم في عام 1958 بعد انفصالي عن الفنان عماد حمدي والذي استمر زواجنا حوالي ثلاث سنوات وبعد فترة قليلة من الزواج حدثت المشاكل بينهما فالعريز الحسب والنسب كان قد تزوج قبل الفنانة شادية ولم يخبرها بهذا الأمر وتابعت الفنانة شادية ولم تتوقف المشاكل عند هذا الحد فكانت شهرتي ونجاح الفني كان عزيز بيغير منها جدا وهذا ما جعلني أبحث له عن أدوار لدى المخرجين ولكن للأسف لم يوفق في أي عمل وبعد فشل أصبحي تدخل في كل كبيرة وصغيرة في عملي ويقيد حريتي فأصبحت الحياة بنا مستحيلة وصعب جدا إن احنا نكمل مع بعض ولجأت الفنانة شادية وقتها إلى المحاكم لتطلب الطلاق ونفقتها الخاصة وفي ذات الوقت رفع الآخر قضية طاعة ولكن بعد تدخل عدد كبير من المقربين قام بالتنازل عن هذه القضية وتم الطلاق وديا بشرط أن يكتب الطرفان وصيقة صلح تلزم كلا منهما أن يدفع عشر ألاف جنيه إذا هاجم الطرف الآخر على صفحات الجرائد والمجلات وتتنازل الطرف الثاني عن كافة حقوقها الشرعية من نفقة ومأخر صدق وعن القضايا المرفوعة منها ضد الطرف الأول وأن يتعهد الطرفان بعدم التصريح بأي بيان فيه مساس بالطرف الآخر ترجمة نانسي قنقر